تاني الحسد اولا الحسد لا يخلو منه انسان نسأل الله ان يعيذنا وياكم من الحسد ومن الحاسدين وان لا نكون من الحاسدين فيه ناس يحسدوك حتى على لا شيء واحد في مغداد قال انا اريد ان ارحل من هذه المدينة قالوا لي عم قال ان جيراننا يحسدوننا فالناس بصوا كده لديوا غرفة فيها حصير قديم وجر فيها الماء ورحى يعني ما فيش الغنى مش واضح عليه ولا شيء فقالوا على ما يحسدوك قالوا انتظر انتظر رفع صوته وقال ان امير المؤمنين بارك الله فيه ارسل الي لاذهب الى الديوان في الصباح حتى يقتلني مع فلان وفلان وفلان واختر ثلاث اسماء من وجهاء بغداد صاح الجيران يا لكع انت تقتل مع هؤلاء الاشراف قال حتى على الموت لا اخلو من الحسدين يعني بيحسدون اننا موت موت محترمة يعني بقولوا ما هو اقتل وبس عشان يقتل مع ناس محترمين لا مش عايزين الحاسد عدو لنفسه يزداد حقدا وكمدا كلما ازدادت عندك النعمة ولذلك يعني انتم تعلمون الامير اللي عنده اتنين حاسدين في امارتها فجاء بهما يعرف ان امه يحسده قال ليطلب احدكما مطلبا وسوف اعطي الثاني ضعف ما اعطي الاول فطبعا لو الاول طلب الف الامير هي يحسد التاني ايه الفين لو طلب الفين لو طلب قطعة ارض يدو له قطعتين لو طلب بيت هي القطع التاني فكل واحد منهم مش راضي ايه يرفض ان يبدأ عشان ياخدوا النصف قال ابدا انت يا فلان قالوا لا ابدا انت قالوا ابدا انت الامير قال لا جدالة عندي ابدا انت يا فلان وحدد واحدا منهما التاني حاسد قل انا لو طلب هو ياخد ضعفي قال ايها الامير افقى لي عينا الحاسد والعاذ بالله لا يحب الخير لغيره لا يحب الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في صنعه لانك لم ترضى لي بوهب فجزاك ربي بان زادني وسد في واتشكا باب الطلب طيب احيانا في البيوت تحدث امور عجيبة بدون اي اسباب نار تشتعل في البيت الاب يصرخ والام تصرخ والاولاد والمشاكل والتعثر في الدراسة والمرض والضنك في المعيشة وقدرة الرزق وشيء غريب في البيت ونؤكد ان هناك الاسرة يعني دي تؤكد ان فلان او اسرة فلان عندما يزوروننا تحصل هذه المشكلة اذا شكيتم في حد من الذين تتعاملون معه انه يحسدكم او يعين يعينكم يعينكم يعني 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 يقولوا عليه العرب يقولوا عليها عين حارة عين حارة يعني ايه مصيبة والعياذ بالله ماذا نصنع اذا كانوا ضيوفا عندنا نأخذوا اثرا من اثر ما شاربوا او اكلوا انا عارف ان كل الاسر بكرة ان شاء الله تعمل كده لكن مهم يعني ماذا كله محسود حتى على الموت الاخرم من الحزن عليه الولد شاب قابلنا في الطريق مرة من عشرين خمسة وعشرين سنة كده رئيس سلسلة بتلمع تحت قميصة وانت حبيبي ايه اللي بيال مع ده يعني سلسلة قلت له كيف يا ابني في ولد ايه بالسلسلة قال لا ده انا امي حطرت له فيها كده في الاخر قاية الكرسي والفلق والناس قال ليه حبيبي امك حطرك كان عشان لا احسد قلت انت تحسد علي يا حبيبي ده انا لو ما عنديش عيال ما اتمناش يبع عندي عايد بالشكل ده شكلك غريب يعني سبحان الله المهم شعرتوا ان في البيت في شيء غريب او ان مش موفقين او ان الحفظ بتاع القرآن بدأ ايبدا وان الصلاة كده فيه امر فيه خلاب بين الزوج والزوجة بدون داعي وعندكم شبه يقين ان فلان او فلانة حسدوا ناخذ من اثار شربهم او ما شربوش عن دينة جلسوا على الكرسي نمسح على الكرسي بخرقة وناخد دين نحطها في المية ونعصرها ونضعها على كمية من الماء ثم نغتسل بها هو من الواجب شرعا ايه صاحب العين اللي هو بيصيب بالعين يعني انا من الواجب اقول لي يا فلان توضأ لي واعطيني بقايا وضوئك ثم اقتسل انا بها ده كده تصير عدوات لان يقول له انا عصدك انت على ايه انت مين انت سبحان الله فنحن نأخذ اثرا من اثار هذا الزائر او هذه الزائرة التي نشك فيها بس الله يرضى عليكم انا عارف دماغه لان شغالة يا ترمين يا ترمين يا ترمين انا عارف انا متخيل انتو مش تتناموا النهاردة انتو مش تتقول الشيك عمر دي فجر سبحان الله فجر مشكلة ماقولش الكلمة التاني احسن تترجم يقول فجر يعني فجر سبحان الله فيعني نأخذ من الاثر ونضع في الماء ونغتسل ثم ثم نقرأ على الماء نحن نحن الذين نقرأ يعني الانسان نفسه يقرأ لنافسه ما فيش حد يقرأ بالوكالة الدين ما فيهوش وصائف انت اقرأ اقرأ الفاتحة والفلق والناس وان شاء الله تشرب الماء بنية الشفاء اللهم اعذنا من عين الحاسدين وحسد الحاسدين وان لا نكون من الحاسدين لان فيه ناس تحسد وهي لا تدري انها حاسدة ممكن يكون عنده مرض الحسد سبحان الله يعني رجل اعمال مشهور اخوه بيقص عليه قصة قال لي عارف اخويا ده وان شاور عليه قالوا نعم قلت له نعم عنده ما شاء الله ملايين ما كانش مليارات جل رجبين في الطائرة في الفرس تخلاص قدام كده فالمضيفة لغاية ما وصلنا باريس والروما ست سبع ساعات رايحة جاية رايحة جاية رايحة فهو اخوه ده قالوا ايه اهلا المضيفة دي لو سكرتيرا عندي في المكتب كان مكتبي بأكيد يبقى احسن مكتب في في المنطقة الفلانية شوية وسمعوا صراخ خير الماء المغنب بتاع الشاي بتاع المضيفة وقع على على السكرتير الناجح دي لاي لاي خبطها عين لاي لاي في الطيارة